عندك في البطولة وبقدر تسوق بطولتك بالشكل المطلوب التخبطات اللي قاعدة تصير يعني خلتنا فعليا فعليا ندرك بأن BN Sports السنوات الماضية كانت قد أنقذت الاتحاد الآسيوي من مهازل ممكن تصير ما قول البطولة بعد يومين انت إلى الآن ما عندك ناقل ما عندك ناقل ينقل البطولة يعني شيء غريب على فكرة بمشاري لا تلام القنوات الخليجية هو اللوم اللوم كله يقع على الاتحاد الآسيوي أو يعني الشركة المالكة لحقوق دوري أبطال آسيا أمر غريب للغاية تحس أنه تنقل على الأبتوب تحس أنه يعني على لينك تخيل بطولة إحنا في عشرين واحد وعشرين يعني بس في شغلة بمشاري يعني من مش مصدرة خلينا أقول يعني في سيرج قاعد نحاول إحنا نشوف وين الموضوع قل يا رب نقول يا الله يعني اللي وصل أنه يعني الموضوع القناة الناقلة ممكن يكون حتى قبل المباراة يمكن بساعة يعني 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 الإعلان بس عيب هذه عرفت شو يقول لك لا أنا بقسم البطولة يبي الإمارات بروحها سعودية بروحها يبي في إيران بروحها طيب منه بقى منه بقى والبقية بروحهم اللي هي قطر والأردن والعراق هذول ووزباكستان هذول بروحها هذول طريقة أنت قاعد تسوق البطولة هذول طريقة تبي قناتي تنقلك اليوم أنا إذا أبي أنقل وتكون عندي راق أبي أبي كل المباراة أبي جمهور الهلال والنصر وأبي جمهور الوحدة والأندي الإماراتية وأبي 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 أنا أعتقد أنه أنه كلامك هذا وبالفعل سمعناه عنه أنه مسألة مش مسألة شركة راعية لا تدخل من الاتحاد الآسيوي لمراضات ومحابات ومراضات ومحابات ما علش أنت كنت بتقول شيء حلو تفرحني ما لأنه الموضوع حتى الآن هم يبسين راسهم على نفس الموضوع هذا لكن في محاولات جادة جدا جادة جدا لأن تكون دوري أبطال آسيا على العنابي إن شاء الله قنوات الكاس محاولات جدا جادة ونأمل يعني ما بتكلم بصفة رسمية لكن مباحثات موجودة إلى حتى ربما تكون الإعلان عنها ربما إذا لئي الراس الاتحاد الآسيوي قبل المباراة ممكن يكون حتى مجبوري لئي الراس أنا أتمنى أن جماعتنا ما يلينون رسم يعني أنا أتمنى يعني هما حتى حتى الكلام يقول لك يمكن حتى لآخر دقيقة يكمل الإعلان أتمنى جماعتنا ما يلينون رسم عشان إذا راحت البطولة من البيئن أو من قنوات الكاس يرجع للتحاد السلاسيوي يعرف حجم قيمة نعمل اللي كان عايش فيها خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر